أعلم على السنائي اللي ترك بصمة في الكرة المصرية الكابتن مصطفى رياض والكابتن حسن الشازلي انت حكيت وقلت ان كنت بتروحوا قبل التمرين وبتعودوا بجيبوا كورة عشر كرة وعشرين كرة بس ما اشك اني عشرين كرة عشرين كرة صعبة شو اه هي عشرة بس بخليها عشرة اه هي عشرة لا هي ما تزدش عن عشرة يعني في نفس الوقت كنت بتعملوا كل حاجة في التمرين اللي بيحصل في التمرين هو اللي بيحصل في المباراة دي على طول يعني احنا يعني مش حاجة بتيجي كده من بره كده يعني 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 مثلا الكرة جاية جاية هو رايح لها انا بقول له سيبها يقوم معد عليها ورايح وانا جاي اعملها له قدامه يبقى منه لجول خلاص حفظتوا بعض خالص اه لغاية بقيت بالنظرة العين زي انا وكابتن محسن صالح ربنا يديله الصحة وعافظ بالنظرة العين في التمرين اللي بيحصل في التمرين هو اللي بيحصل في المحش اه وانا وبيل مع كتر التمرين مع بعض خلتنا رايبين من بعض انت عارف انا بمناسبة كلامك ده يمكن انا وكابتن الخطيب في مباراة كتوكو الاولانية في مصر كسبناها تلاتة تلاتة انا فيه كورة اللي هي الجوني الاولاني اللي انا استنمتها من نص الملعب وبيبو على خطة 18 انا وانا ببص اللي بيبو هو بيبصلي زي ما كون انا عناية فعليك دلوقتي خلاص هو حفظ انا عايز ايه اه خلاص وكور بالعرض بقى عارف انه هارده كات رجلية تقيلة فبيجي على البعيدة رجلية خفيفة بيجي على القريبة فده بيحصل ايه يعني فيه وقت كتير بالزبط كده كتر التمارين مع بعض وكتر الحاجات حفظنا بعض هو عايز ايه انا عرف هتحفظ بعدك على طول ما فيش شك طبعا نعم لو كلمنا عن كابتن حسن الشازلي هو طبعا كابتن حسن الشازلي رحمة الله عليه يعتبر هداف الأجيال ولا انت بتفقش معي بالجزء ماذا ليه نعم يعتبر هو الهدف الهداف التاريخي لكورة مصرية اكيد اه